قبل الفاصل قلنا نتكلم أن الإسلام لا يمانع من الاحتراز ومن أخذ الحقوق ومن الاحتفاظ بالأمور التي تجلب الحقوق الإسلام في السؤال عن المال والسؤال عن العرض صنواني قريناني يلتقياني ولا يتصدمان كذلك لما نجي نتكلم بقى عن المس والمرض النفسي خذوا بالكم العلم الشرعي والعلم الطبي قرينان يلتقيان ولا يتصدمان بشرط أننا حينما نذهب بمريض إلى الطبيب لا ينكر ما لا علم له به ما ينكرش أمور هو ما يدرهاش هو ما يعرفهاش هو ما يفهمهاش لا يكون عنده من الأمانة ومن رجحان العقل ومن الخبرة إذا وجد مرضا شخصا لو لقى مرض يقول والله ده المرض ده اسمه كذا وناخد كلامه نروح لدكتور تاني يقول أيوة هو ده نوع المرض كذا وأعراضه كذا والأخ ده مريض وإعلاجه واحد اتنين ثلاثة هنا لا دخل الشيخ ولا دخل أي حد خالص ما فيش كلام لا صوت يعلو فوق صوت الطبيب طب رحنا للطبيب وقال لا ما فيهوش حاجة طب مرض الراجل ده ليه أعراض أيه الأعراض الأعراض هتلاقيها كتير قوي بيكون في اليقظة ويكون في المنام فتلاقي الراجل الممسوس ده أو البنت الممسوسة أو الست الممسوسة متخبط في قولي وفي فعلي وفي أحوالي وفي نظراتي إنسان مش متزن إنسان ما تحسش منه العقل والحكمة بشرط أن يكون مجربا عليه فيما سبق العقل والحكمة والاتزال ما تجيب ليش واحد هو كده ناشئ كده وتقول لي لا الصداء لا 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 علجه علج مين لا ده يكون تغير الحال به يكون تبدل الحال به وبعدين كان راجل كلامه حكم أصبح كلامه يفتقل للجدية والموضوعية كان راجل عف اللسان أصبح يميله إلى سقط الكلام وإلى الساقط من الكلام وبعدين نلاقيه الراجل في ساعة كويس جدا وعاقل ومتزن وساعة تانية يقلي بالعكس خالص فلا يثبت على حال من الأحوال خالص وبعدين كلما تحدث سيطر عليه اليأس والقنوط رجل لا يحب الناس بعدما كان يحب الجميع أصبح منطون على نفسه أصبح دائما شارد الذهن يعاني الخمول والكسل أصبح إنسان لا يؤدي العبادة بعدما كان يؤدي العبادة كان يحب القرآن لا يقرأ القرآن يفر من الذكر يفر من قراءة القرآن يسرف على نفسه في المنكرات وفي المحرمات وتحدث له تشنجات لا إرادية مش عارفين لها سبب طب ومش عارفين أي حاجة وبعدين يشكو دائما من الصداع الذي ليس له سبب طب معروف وليس له علاج ننافع معه مسكنات ولما نوديه الدكتور وعمل كل التحليلات وكل شيء يقول لك ما عندهش شيء ما عندهش سبب للصداع ده مش كده وبس في المنام يخيل إليه أمور كثيرة فتسيطر عليه الأحلام المزعجة ويسيطر عليه أن أحدا ينام بجواره وأن أحدا يريد أن يعتدي عليه أو يخلع ملابسه يبقى الحالة دي إلا يوجد لها سبب طبي معروف عند علماء وأطباء قلم النفس يبقى في الحالة دي نقول دمس ترجمة نانسي قنقر